ستة أمو كمال بتقول هن ينفع أن أنا أقول الأذكار مع الأذان الأول يا ستة أمو كمال الوقت بيبدأ بتاع الأذكار لما أحب أقول أذكار الصباح بدخول وقت الفجر وإن كان طبعاً أنه من السنة أن أنا أنتظر لما بعد الانتهاء من صلاة الفجر وأبدأ أقول أذكار الصباح فعشان نقول ده أذكار الصباح يدخل الصباح يبقى في بالأذان بعدها أقول وعايزة تتبع السنة عشان أخذ فضل اتباع السنة يبقى أنتظر بعد الصلاة لأردد أذكار الصباح